طيب كابتل نوبي عايز سعليك على مارسي الكولر بقى تقييمك حتى هذه اللحظة المارسي الكولر المدرب اللي عمل نجحات كبيرة للنادي الآلي في أول موسيقى مصر الكولر طبعا مدرب نغاد دلوقتي باللي عمله مدرب ناجح مدرب كويس مصر الكولر عارف ازاي يدور اللعيبة يعني هو تلعي راجل يعني ذكي عارف ازاي يخلي بدل في المكان اتنين يعني في الوقت اللي هو نادي الآلي الأول كان مثلا ايه باقرايت يبقى باقرايت ما نجي نلاقي مثلا الرجل اللي هو الاحتياطي بتاعه بيلعب تحس ان فيه فروق دلوقتي اي حد بيلعب ما تحسش بالفرق اي تشكيل بيلعب كلهم جهزين فدي ميزة بتوقف اي مدرب ناجح او مدرب زكي ان هو بيعرف ازاي يقلم اللعيبة ان ما فيش اساسه احتياطي ما عنديش حد اساسي وضم مكانه فدي بتفرق مع الفرقة مثل كورر زكي عنده هدوء في الملعب بيعرف يقرى كويس طبعا راجل ناجح بكل المقاييس بغاية دلوقتي مع النادي الاهلي وعنده هيبة للعيبة وعنده شخصية قوية مع اللعيبة بكل الامور دي بينا في اداء النادي الاهلي ودلوقتي ما تحسش النادي الاهلي في نجم او تلاقي كلهم نجوم وبتلاقي اللعيبة كانت بعيدة دلوقتي من نجوم الفرقة برضو لو لو تبص على مستوى مثلا حسين الفترة اللي مش دلوقتي هو بيرستاو ده الكلام كان بتقلع بيرستاو ان هو ممكن يطلع عارة وشوفنا حسين و بيرستاو مستوى ومعمل ازاي يعني فرقين فرق كبير مع النادي الاهلي صحيح اقترية اللعيبة اللي موجودين صراحة انا انا ما اتفرج على النادي الاهلي ما بحسش ان في واحد مثلا مصاب بعيد واحد تاني نزل بحس ان في فروق لا العملية كلها واحد وده تنجح اي فرقة طول ما فيه مدرب زي ده بيعرف يساستم امور فرقته ان مفيش اساس واحتياطي فلازم تنجح بكل مكايش طيب